لا استعادة للدولة في عدن وما هو جار تقويضها لم يعود الزمان في عدن ولم يعود المكان أيضا كما تقول المرويات الغنائية لم تعد عدن بوصلة اليمن الاتحادي الجديد وعاصمة اليمن المؤقتة وباتت وفق توقيت الإمارات معبرا مسدودا ونقاطا للتفتيش ليال موجعة في عدن بالنسبة لليمنيين وليال مخزية للتحالف العربي الراعي الإقليمي لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية في عدن التي تم إسقاطها بمال وأسلحة التحالف الذي اكتفى بذر الرماد على العيون في بيان تحدث فيه عن المكونات اليمنية إنها أحزان بحر العرب أيضا وفوضى السلاح المنفلت الذي ضاعف جراح المدينة التي دارت الحرب الأهلية في رحاها مرات عدة منذ أواخر الثمانينات إلى حرب الصيف إلى ما يحدث حاليا من حروب أهلية وبينية واجتياح كانت عدن هي الخاسر الوحيد وكانت اليمن الخاسر الكبير بحسب خالد عبدالهادي قد برهنت عدن مرارا على أن تطويقها بجحافل الغزو أهون من تطويقها بنقاط التفتيش في الهويات ففي الحالة الأولى احتفظت بعافيتها وقذفت الغازي إلى مزبلة التاريخ أما في الثانية فلم تعد عدن رعاية التحالف العربي لمشروع إسقاط الدولة في عدن أصبح واضحا ومعلنا ووفق متابعين يشبه إلى حد ما الرعاية الباطنية لإسقاط مشروع الدولة في الشمال حينما كان رعاة العملية السياسية رعاة للانقلاب عليها بشكل غير معلن وهو تأكيد المؤكد الذي يقول إن إسقاط الدولة اليمنية يتم بإعاز من خلف الحدود هو الانكشاف الدبلوماسي إذن عندما أصبح المال وقود حرب أهلية في مدينة جريحة وإطلاق الرصاص الحي على صدر لافتة الدولة اليمنية التي تدخلت تحالف العربي لاستعادتها بينما في الواقع حولت تحالف العربي الدولة اليمنية إلى ما يشبه حادث سير يخلف ضحايا كل يوم وآخر الضحايا واحد من ألوية الحماية الرئاسية في عدن ويبقى سؤال اللحظة الجريحة هل كان سيحدث ما حدث في عدن لو لم يتم تسليح وتمويل قوات الحزام الأمني من قبل الإمارات التي جددت شرخ الانقسام الجنوبي الجنوبي ووسعت أبواب الجحيم